بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن العمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غداً عان واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأعني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظار وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمان وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزاً ظاهراً إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآله ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان فاقبطني إليك قبل أن يسبق مقتك إليك أو يستحكم غضبك عليك اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومتان في ناقصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بوضة آل الشنان المحبا ومن حسد آل البغي المودا ومن ضنة أهل الصلاة الثقى ومن عداوة الأدنين الولايا ومن عقوق ذو الأرحام المبرى ومن خذلان الأقربين النصرى ومن حب المدارين تصحيح المقاة ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنى اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدان على من ظلمني ولسانان على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من ذطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالباذ وأثيب من حرمني بالباذ وأكافئ من قطعني بالصلاة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأوضياني السيئة اللهم صل على محمد وآله وحلني بحرية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكذم الغيظ وإطفاء النائرا وضم أهل الفرقاء وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفاء وستر العائباء ولين العريكاء وخفض الجناح وحسن السيراء وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عاز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البداع ومستعمل الرأي المخترى اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك فيي إذا نصبت ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اذطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمن والتظن والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتمعرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاءا لمننك اللهم صل على محمد وعليه ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أظلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفادت وإلى عفوك قصادت وإلى تجاوزك اشتاقت وبفضلك وثاقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفواك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم وانتقني بالهدى وألهم من التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعمني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن نادلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبق لنفسي من نفس ما يصلحها فإن نفسي هالكتون أو تعصمها اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فات خلاف ولما فسد صلاح وفيما أنكر تتغير فامنون علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجداء وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادر عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأضلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية واسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعاء وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل العيش كدًا كدًا ولا ترد دعائي علي ردًا فإني لا أجعل لك ضدًا ولا أدعو معك ندًا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السراف وحصن رزقي من التلاف ووفر ملكة بالبركة فيه وأصبي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلاب ولا أحتمل إسرة بعات المكساب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذي الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلا بذن من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمان اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادا وفراغا في زهادا وعلما في استعبال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلا واستعمني بطاعتك في أيام المهلا وأنهج لي إلى محبتك سبيلاً سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخراً اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبلاً وأنت مصل على أحد بعداً وآتنا في الدنيا حسناً وفي الآخرة حسناً وقنا برحمتك عذاب النار وصل على محمد وآله الأطهار صل على محمد وآله الأطهار وشكراً لكم وشكراً لكم وشكراً لكم وشكراً لكم وشكراً لكم ترجمة نانسي قنقر